حبا يبدا طلاب ثلاث سنة ازايكم بقينا خلاص في اخر مشوار يا شباب وبنحاول قدر الامكان ان احنا هنساعد حضراتكم طلاب اليوتيوب طلاب المنصة طلاب السنتر ربنا عالم ان كلكم عندنا سواساد رؤتي وكلكم عندنا واحد وربنا عالم ان الواحد بيحاول قدر الامكان انه بيبقى سبب ان شو الله ان المادة تبقى سهل على حضرتك طبعا من اهم الازمات اللي عندنا في الامتحان هي ازمة القطعة تقريبا مفيش حد حد يعني مفيش اي حد حل لقدنا اسئلة على الـ choose سواء كان الكلمات او grammar او skills كمان ترجمة حلينا كمان شرحنا ازاي نكتب مقال القطعة مستر كنا حلينا تقريبا 11 او 14 قطعة من كتاب my new friend هتليهم عندك في البلايلست اللي هينزل عليها الفيديو ده ودلوقتي يجي دور ان احنا نعمل فيديوهات قصيرة جدا ممكن الفيديو ما يعديش عشر دقايق كل فيديو نحل فيه كتعة واحدة القطعة دي هتبقى من كتاب معين والكتاب اللي حد الوقتي هو bit my bit طبعا هيبه صعب ان احنا نوفر بديو افررن ده كتاب خارجي طب بس احنا مستر هنعمل ايه هنعرض لحضرتك القطعة اهي اهي قبل ما انا اقرأ او اي حاجة تقدر ان انت تقودها screen shot وتقررها براحتك بعد كده هنعرض الاسئلة اهي وهبدأ ان انا في الاول اقول لك طريقة حل القطعة ازاي طريقة حل القطعة ازاي في ادماجي انا والطريقة اللي المستر بيشتجل بيها انا يا مستر بحب ان انا في الاول اقرأ الاسئلة ومن خلال الاسئلة اعمل حاجة زي draft كده مسودة المسودة دي يا مستر هبدأ ان انا اقول فيها الافكار اللي موجودة في الاسئلة عشان وانا بقرأ القطعة يبقى عندي حاجة زي background كده زي خلفية اعرف اشتجل من كلها بعد ما اسمي الله واتوكل على الله نبدأ كده نقرأ الاسئلة يلا حبيب قلبي بسم الله the underlined words zay كلمة zay هنا في ال second paragraph يبقى هو مستر ان لازم اقسم البراغرف قبل ما ابدأ first and second and third وهكذا تماما وفي كلمة مستر يسألني عليها تماما اللي في دول not true يبقى معنى كده مستر ان فيه جملة في دول جلط ماشي بس كل الاختيارات فيها games قبل ما اقرأ القطعة كده تقريبا تقريبا يعني games فكرة اساسية اللي هي الالعاب حلو هو الكلام ده عايز عكس كلمة depression اصلا مستر depression يعني اكتئاب فده سؤال كلمات بس برضو احط depression واتخليها في دماجي depression يعني اكتئاب عايز الفكرة الرأسية في القطعة هدف الكاتب من قراءة القطعة in the past video games فانا هتكلم عن الفيديو جيمز بعد كده violent video games الالعاب اللي فيها عنف او عدوان بعد كده interactive video games الالعاب التفاعلية يلو يا معلم قبل ما اقرأ القطعة اصلا انا عرفت ان الفكرة الرأسية في القطعة ايوا هي الفيديو جيمز ماشي هطلع فوق اسمي الله ونبدأ كروة كده سوا كل مسافة كلمة paragraph فهنا ده كده first ده الاول هنا ده كده second هنا ده third هنا كده رابع paragraph ده fourth paragraph ماشي لازم التأسيم دي على طول for years لعدة سنوات video games have been criticizes يعني ان الالعاب الفيديو تم انتقاضها for making people more anti-social انها بتخلي الناس مش اجتماعية and overweight ومليانين شوية من كتر القعدة they consider that يعني كانوا بيعتبروها one of the main causes of depression واحدة من اهم الاسباب للاكتئاب انزل تحت افتكر ان كان فيه سؤال بيقول لي عكس كلمة اكتئاب واعرف ان suffering يعني معاناة فده معنا مش عكس in activity عدل نشاط نفس الكلام hopelessness hopeful يعني طموح او عنده امل hopelessness يعني يأس يا عم يا ناقص يأس انا بقول لك عكس كلمة كتاب liveness letter pay اطلافو اكمل اريه but now ولكن الان researchers الباحثين are finding that بيدوروا ان الجيمز اولا ان الجيمز can actually ممكن change us for the better تغيرنا الاحسن مش بس كده and to improve وعشان تحسن both our body and mind اكسمنا وعقولنا ده دي الفقرة الاولى هل هو كان بيسأل في الفقرة الاولى لا يا مستر ده كان بيسأل في second paragraph اكمل اليه كده games can help to develop physical skills يعني يا مستر الالعاب ممكن تساعد ان هي تنمي المهارات البدنية pre-school children يعني الاطفال اللي لسه مدخلوش مدرسة who played interactive games اللي بيلعبه الالعاب تفاعلية have been shown to have improved motor skills كلمة motor skills يعني مهارات الكيادة for example على سبيل المثال they مين زي دول الاطفال اللي مدخلوش مدرسة لسه مستر اللي هم pre-school children فهنا كلمة زي عيدة على pre-school children let her say حلت الخط دركتين ولسه ما كملتش كده they can kick catch and throw a ball better than children who don't play video games قصد ان الاطفال اللي بيلعبوا الالعاب ممكن يعني يبصوا الكورة او يشوتوا الكورة ممكن كمان يمسكوا الكورة افضل من الاطفال اللي مبلعبوش فيديو جيمز اللي هم بيشايفين الحاجة يبلي كده يجب الفكرة التالتة يقولك ان games also benefit a variety of brain functions يعني الالعاب بردو بتفيد مختلف من وظائف المجرم including بما فيهم decision making صنع القرار people who played action based games الناس اللي بتلعب الالعاب معتمدة ان انت تاخد قرار او تاخد فعل make decision بتاعمل قرار 25% اسرع من الاخرين ده بردو found that ان ال best gamers ان الناس المحترفين يعني can make choices ممكن يعملوا اختيارات and act on them up to 6 times a second يعني يا مستر 6 مرات في الثانية four times faster than most people اسرع 4 مرات من الناس التانية another study في دراسة تانية قالوا ان experienced gamers يعني الناس اللي بتلعب المحترفين دي were shown to be able to pay attention to more than six things at once ممكن يدو اهتمام لست حاجات مع بعض من غير ما يطلق بطول compared with the four that most people normally came in mind في العادي احنا ممكن ندي اهتمام لأربع حاجات بس additionally دي فعل دعم علم and there is also evidence ان في دلائل that gaming can help with psychological problems and in many cases الجيم دي بتريموف دي بتمسح الاعراض بتاعت الدبريشن الاكتئاب more than conventional treatment احسن من العلاج التقليدي فاخر فكرة بيقولك ان the effects are not always so positive مش بس العلعاب ايجابية ومع ذلك في باحثين من جامعة انديانا carried out brain scans عملوا حاجة زي الرونين المغناطيسي على المخ عشان يلاو ادلة بتقول ان the violent games ان الالعاب اللي فيها عدوان او عنف can alter ممكن تجير وظائف المخ after as little as a week of life بعد اسبوع بس من اللعبة affecting بتاثر على regions on the brain associated with emotional control طبعا على مناطق في المخ لها علاقة بال emotional control بالتحكم العاطفي and causing more aggressive behavior وبتخلي عندك سلوك عدواني بس فيه باحث قديم كده والراسك كده قال لك قال لك ان الالعاب violent action as that often worry parents most may actually have the strongest beneficial effect on the brain تخليل الالعاب العدواني دي ممكن يباليها اكوا تأثير ايجابي ازاي عام قال لك in the future في المستقبل ممكن نلاقي علاج يعني علاج لاي عام للphysical and neurological problem للمشاكل البدنية with incorporate of playing video games هل والواوي تعال نكرا كده لأسئلة بالرجوع الى القطع هنا ايه اللي فدول صح 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 او الاختيار بيقول لك modern games develop physical skills لا اقدي ايه ايه modern games develop mental skills صح give its players the skills of taking decision fast صح لا يعييج اليه ده يأخد يزيره بص مش مدور داخل زيرو مربع كده يقولك يا عم تيكينج ديسيجن وفوق ميك ديسيجن يا حمار يا حمار ديسيجن يعني كرار داخل تيكو ميك طب هنا بيقولك ان المودرن جيمز كان دو ناثنج ما تعملش حاجة للمشاكل النفسية لا طبعا ده جملة غلط وانا هنا عايز الجملة غلط تبقى دي اوصل لسؤال 21 الفجرة الرئيسية في الباسج ممكن تبقى ايه ممكن يا مستر تبقى ايه تعالك انا بص ان الناس عندها different opinions يعني اراء مختلفة عن ايه عم الناس عندها اراء مختلفة هنا مستر مثلا about the effect of computer games مهمة دي كان لها في الحزبان ان الالعاب ملهاش فوايد لأ طبعا لها فوايد انها بتخلي الناس anti-social بس دي فكرة فكرة باركدف مش passage مش قطعة كملة انها بتحسن الرؤية لا برضو هي الاولى مستر ان الناس عندها اراء مختلفة تجاه تأثير الالعاب الكمبيوتر ايه الجرد من الكاتب ان هو يكتب المقالة دي والله هنا مستر عشان هو اكيد عايز يورين الادفانتجز الايجابيات والدسادفانتجز السلبيات بتاعت الفيديو جيمز let her say in the past الناس كانت فكرة ان الفيديو جيمز ممكن تسبب ايه كانت فكرة انها بتسبب ايه زيادة في الوزن بس وكتاب increase in weight زيادة في الوزن depression اكتاب weakness of social communication وتخليك في عزلة كده واتواحد ليه الناس بتقول ان مش من النصح ان احنا نخلي الاطفال يتفرجوا على violent video games عشان هي يا مستر ممكن تخليهم aggressive وaggressive دي حبيب قلبي يعني عضواني letter A يا مستر letter A as they become aggressive الانتر اكتف فيديو جيمز الالعاب التفاعلية بتساعت الاطفال انهم يحسنوا مهاراتهم البدنية improve physical skills لو تلاها تشفتها هتلاها فيه بيقولك ان الانتر اكتف جيمز انا عايز اجبار دو جيب لك الحتة دي بالزبط يعني بتخلي الاطفال يا مستر النهما يابهو ايه ايوه بتخلي الاطفال النهما يا مستر يعرفوا ياخدوا ايه او تنمي المهارات الفيزيكة اهي معاشي يا حبيب قلبي حلو ايه بالكلام ده طيب كده حضرتك بمنتهى الهدوء عملنا ايه احنا كده مستر كده حبيب قلبي احنا حلينا قطعة ما اعتقدش ان وقتها هيبه كبير يارب تستفاد منها وتخلص وتدخل في البلايليست تا القطعة اللي بعدها بص انا عايزك تنتشر كده عايزك كل القطعة عينك تدب فيها كده وتحلها لحد ما تقف على رجليك وتبطر صحب القطعة فانا معاكم الشباب ان شاء الله واشوفكم في احسن مكان